في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف بلبسات مقطع الفيديو الذي تم تدوله من جانب أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي والذي دعا خلاله قيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة بالفحص أمكن من هذا الفحص تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه وكذا ضبط صاحب السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والذي تبين أنه استعانى بالشخص الذي ادعى بأنه ضابط شرطة يحمل جنسية إحدى الدول العربية وذلك للانتقام من زوج شقيقته المعتدى أو المعتدي عليه بمقطع الفيديو لوجود خلافات بينهما لزواجه من شقيقته عرفيا وقيامه بابتزازيها حيث قام عقب ذلك بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتشيير به وأن الإخواني الهارب والقائم على نشر مقطع الفيديو قام بالادعاء الكاذب بأن المسكور ضابط شرطة مصري رغم علمه بحقيقة الواقعة بهدف ترويج شائعات الكاذبة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اشتركوا في القناة